هذا وعرب سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن بالغ اعتزازه بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في محافظتها على الموقع الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكي المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا النهج السديد الذي أطلقه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامته تكريسا لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المسواة بين الجميع وشارح ميدان في هذا السياق إلى الدور المهم والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع منظومة متكاملة من الجهود المؤسسية الراسخة في بنية الدولة تتضافر فيها جهود عدد من الجهات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان والعمال وعلى وجه الخصوص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث أدى التنسيق والتعاون البناء المشترك لإطلاق المزيد من المبادرات في المجالات الأمنية والعدلية وحقوق الإنسان وحماية العمال وصيانة حقوقهم في مختلف الظروف ولفت ساعدة وزير العمل إلى عدد من المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين على صعيد مواجهة الاتجار بالأشخاص ومنها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية اشتركوا في القناة